مرحبا مرحبا فرموكو مرحبا حاولين حاولين مرحبا في مجتمع في مجتمع صلى الله عليه وسلم وتحية طيبة للجميع لحظة الإعلان عن تدويج المغرب بأحسن كسكس في العالم للمرة الثانية بإيطاليا المسابقة جرات بإيطاليا غادي نهضروا على هاد الفوز دي المغرب وماشي الأول مرة المغرب فاز بأحسن مطبخ في العالم يعني المطبخ المطبخ كامل فاز به المغرب متفوقا على دول عظمى دول عالمية فرنسا اليابان الميكسيك إيطاليا إسبانيا فاز على هاد المطابخ كلها هذا الكسكس اللي كيقولوا على أن الأصل دياله ماشي مغربي وهو يفوز بأحسن كسكس في العالم كذلك الميلفي شكني كيعرف الميلفي فالمغرب فاز أو دخل موسوعة جينيس كأحسن ميلفي في العالم يعني مجموعة ديال الميلفيات يعني الميلفي يعني الكيمتازه بالطبخ دياله المغاربة كذلك ماشي بزاف المغرب عاد فاز بأحسن مطبخ في إفريقي في العالم هذا العالم بزاف أحسن مطبخ يعني لا رافوزنا بأحسن مطبخ يعني في العالم وفي القارة الإفريقية وإن كنا نشارك في جميع القارات سنفوز لأنه عندنا أحسن مطبخ في العالم كذلك الخوط غد نهضر على واحد الخبر ديال مهاجمة القنصلية المغربية بالسويد والسبب عرفتوا عليه السبب الخوط السبب وهو أن المغرب السلطات المغربية منعات زواج ديال ميتليين بمراكش يعني منعاته السلطات المغربية لم توافق منعاته هذا هو السبب ديال الهجوم على الصفارة الصفارة المغربية بالسويد غد يمشيوا التفاصيل ديال الخبر وكذلك كذلك كين مشاركة راهنا راه عندي مجموعة من الأخبار في هذه الأثناء يتوجه المنتخب الوطني المغربي إلى أربيل للمشاركة في أكبر تظاهر في العالم لفنون الطهي الحلال الحلال فكانت منه التوفيق المنتخب الوطني المغربي يعني باش يفوز بهذه المسابقة وأكيد على أنه سيفوز بهذه المسابقة وإن كانت مسابقة تجويد وحب القرآن الكريم كذلك نحطم الأرقام القياسية في جميع المسابقات دائما نفوز سواء في صنف النساء أو في صنف الرجال وهذا هو السبب ديال الغضب ديال الجيران ديالنا الجارة الشرقية ديال الغضب دياله وفرض الفيزا علينا رغم أنها خلقات واحدة صخرية عارمة لدى المغاربة أه الخط كذلك غادي نستغل هاد الفيديو باش نرجع مرة أخرى نهضر على البروموسيون ديال الشركات العربية للطيران رفزاف ديال إخوان ما فهموهاش وكيكتبوشي تعاليق اللي أنا ما كان فهمهاش كيقول لك أود ديرات دخلنا وما لقيناش أنا في آخر الفيديو غادي نخليك مع الجريبة قمت بيها بالي جريبة قمت بيها وغادي نشاركها معك وتشوف باللي ممكن ش أنا نكذب عليك بشي حالي ما ما كتعجبنيش داك القادية كتكذب علينا را ما كينش اللح شو ما واش أنا غادي أنا إذا ما كنتوش عساس علينا قمت بشارك معاكم لأن هذا التذاكر غادي تيرو شوف التذاكر خسنا نقطعوه ببداءا من اليوم حتى نعشرين أنا نزيد نبسط لكم يعني هاد البروموسيون تذاكر ببداءا من اليوم حتى نعشرين أكتوبر نقطعوه ولكن السفادة من التذاكر ببداء من واحد مارس حتى شهر أكتوبر ماليب تذاكر نسافدو من هاد البروموسيون من 1 مارس 2025 حتى يعني التقطع ابتداء من اليوم حتى 20 أكتوبر ولكن السفادة يعني خصك تعمل التاريخ ابتداء من 1 مارس وغادي نخلي جريبة في آخر الفيديو قمت بها أنا باش تفهمهم زيان جريبة راه واضحة 14 أورو بالرسوم هذا وصلت واقعي لانتك 17 أورو أنا غادي نخليها لكم واش تفهمنا الخوت يعني المهم كانت من اللايكات ديالكم بارتاج على أوسع نتاق لايكات الخوت لابدو الله إلا تعرضنا نواح السينيال حاد ماتتوروش الخوت كي بلوكي القناة هات السينيال ولهذا كانت منه فضلا وليس أمرا أنكم يعني تدعمونا باللايكات ديالكم واللايكات هما المضاد السينيال نشوفو بيديو آخر ونمشيو التفاصيل شكرا للمشيو التفاصيل شكرا للمشيو التفاصيل شكرا للمشيو التال Lisa مطبخ المغربي عبر العالم حيث آلنا الشيف البريطاني جوردون رامزي رسميا فوز المطبخ المغربي في مسابقة أحسن مطبخ في العالم والمنظمة من طرف بي بي تي كويزين وبفضل سيمفونية التوابل والنكهات التي يتم تقدمها نجح المغرب في ابتكار مأكلات تتجاوز الحدود تتناسب مع الأدواق العالمية وتجمع بين التقليد والابتكار ليبقى المطبخ المغربي قادرا على إبهار الذواق حول العالم وللإشارة فإن المطبخ المغربي حصل على أكثر من مليونين ونصف مليون صوت طوال البطولة كأحسن مطبخ في العالم كما الشخوط المغربة والجالية المغربية في كل مكان صلى الله عليه وسلم وتحية طيبة للجميع المرة الثانية في تاريخ المسابقة في تاريخ المسابقة المغرب بطل العالم في طهي الكوسكوس والكوسكوس المغربي راح أشكال وكان شكره يعني المرأة المغربية اللي كتفنن كتشتهد وكتفنن باش تقدمنا يعني أحلى وأهلد الأطباق حتى حتى الرجل المغربي فلكن كان نضروع للبيوت البويوت دائما يعني المرأة يلي كتقوم بهذه المهمة ديال الطبخ للمرة الثانية المغرب يفوز في هذه المسابقة كان نضروع لطهي الكوسكوس كيما قد كوم راح أنواع كي الكوسكوس باللحم وبالدجاج باللي معروف عند نحن المغربة يعني بدجاج وزبيب والبصل وسبعة أخضاري وباللحم يعني متنوع ومربما خليكم معا مجموه وعادي الأطباق ديال أكلة الكوسكوس المغربية اللي كيبغيوا على أنهم يخنشلوا هنا هنا كيما كتشوفوا الترتيب هو هذا يعني في الصف الأول المغرب كيجي من مورها روسيا كيجي من مورها إيطاليا من مورها فلسطين ولسقف فلسطين إسرائيل أه ما عرفت هذه المشاركة ديال فلسطين وإسراكيل في المسابقة قالي من مورها تونس من مورها أه الصين يعني بالترتيب ولكن المغرب يحتل تكون ما بغاي شارك. تكون ما بغاي شارك. المغرب دائما يحتل المراتب الاولى. هنا فاز المغرب بكأس العالم لطبخ القوسكوس في اشهر مهرجان يندم يندم بايطاليا. مخصص لهذه الوجبة العالمية الشهيرة وهو التجويش الثاني للمغرب في تاريخ هذه المسابقة التي تعرف باسم كوسكوس فيس. بالي? وتفوق المغرب بعدما احتل الرتب الاولى باعلى تنقيد في المسابقة الشهيرة التي اه نظمت او نظمت بين عشرين وتعود عشرين شتنبر بمنطقة سام فيتو لو كابو الواقعة بسقلية. وفاز بالمسابقة كل من هناء شاوي من مطعم مدينة اه وموراد ذاكير الذي يمثل مطعم ماسيون والواقع بمدينة ميرانو وسبق المغرب انفاز بهذه المسابقة سنة تلاتة عشرين. ببطولة العالم كوسكوس فيس هي الحادث اه الذي تندمج فيه مسابقة طهي مع التكامل التقافي وتأتي ويأتي تتويج المغرب في الدورة سبعتاش بعد التنافس مع مع تسع دول. هي الصين واريتيا واسرائيل وايطاليا المغرب اه فريق الطباء بلا حدود وفلسطين وروسيا وتونس واوكرانيا. ويجري تقييم اطباق كل منتخب على حذاء من خلال لجنة التحكيم وكونة من طهات وصحفيين ومدونين وخبراء اه طبخ مشهورين الى جانب لجنة التحكيم الشعبية تقوم بتدوغ الاطباق ومنح جوائز للطبق الاكتر اصالة. هذا فيما يتعلق بهذا المسابقة. احنا اي مسابقة الحمدلله دخلوا نرى غالي ينفوزوا بها. ولهذا كنقول لكم دائما المغرب الحمدلله. يعني اه ماشي يعني بواحد يعني التقدم والتطور في جميع المجالات تقريبا الحمدلله. يعني اي حاجة عملنا في هيدنا. فكيجي بالله التسير. يعني وهذا هو السبب على اننا كنكسبوا الاعداء او العداء فقط يعني من الجارة الشرقية وانتم عارفين اه يعني مدخلين في كل ما هو يعني ترات مغربي تقاليد مغربية طبخ مغربي دائما يعني كيحاولوا على انهم يعني يخنشلوا يخنشلوا الترات المغربي والصناعة التقليدية المغربية. وفيما يتعلق بالحادث ديال التقريب في سفارات المغرب بالسويد. يعني هنا امشيو المفيد اللي كيقول بلي اه ووفق مصادر اعلامية فان سبب هادا العمل التقريبي يعودوا لرفض السلطات المغربية زواج مثل هين في مراقش احدهما فرنسي والاخر نيو زيلاندي. هادا هو السبب ديال الهجوم على السفارة المغربية بالعاصمة السويدية سكوتلهم. سكوتلهم. ما ما قدخلوا ليشي. وهنا غاد نشوفوا مقطع يعني من اكبر تشكيلة ديال ميل في يعني اه في التمارة لدخلات المسوعة ديال جينيس. كما كتشوفوا لحظة الاعلان عن دخول مجموعة ميل فيل لمجموعة جينيس كما كتشوفوا الخوط. ودبا نخليكم اه مع الفيديو التجريبي ديال اه تذاكر ديال اه تذاكر ديال البروموسيو اللي عملها شركة عربية للطيران. باش باش نوريكم حتى اذا ما فهمتوش انا غادي نوريكم فهذا المقطع الصغير. كذلك اه شركة العربية للطيران يعني كين رحلة اه جديدة او خط جوي جديد من خيرونا خيرونا تجاه مدينة طنجة. تجاه مطار بو خالف طنجة كما تشاهدوا. رحلتين في الاسبوع. كما كتشوفوا الخوط. هالكارتين مصور حدكم هنا. ودبا نخليكم مع اه هذا المقطع اه جريبي باش يعني اه اذا 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 بغيتوا يعني تحجزوا التذاكر اه ديال هاد البروموسيون او ديال هاد العرض اللي عملها شركة العربية للطيران. خليكم مع الفيديو. طالوا نفرسكم. ماركو مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هانا بارسلونا الى اهنا عنا واحد المجموعة ديال المدن. اختروا مثلا تنجة. وخاصي دي. غادي نجيو هنا. غادي نمشيو. كما قلتكم انا. يعني ها التذاكر هي ابتداء. استفادة منها ابتداء من واحد مارس. اوكي. ها هو مارسة سيدي. احنا مشوا مثلا سيمانا سانطا. غادي نختارو نهار سبعتاش. ها هو سبعتاش. في شهر اربعة. غادي ها هو سبعتاش في شهر اربعة. غادي ها هو سبعتاش في شهر اربعة الدهب. يعني عملو احنا غير واحد. اوكي? يا سيدي. ها انت. احجز الان. ها انت هاي ربعتاش للأورو يا صاحبي شهر عندكم. ها ها عشكت قد قولي كاين ما كاين شي. ها هي ربعتاش للأورو. ربعتاش للأورو. شكتشوفها ولا لا. غادي مشيو احنا هنا ها. ها دين تكيو. ها هي فناية. يعني بدون حقيبة يدي. يعني بياخي سولو كن موتشيلا دي. ها هي خمستاش للأورو. عشرة الكيلو. والحقيبة دي اليد ها هي تلاتة واربعين. حقيبة يدي عشرة الكورو. الحقيبة تحت المقعد والامتعة خمسة وعشرين ها. مئة وثلاثين. ولكن ها هي خمستاش للأورو بدون اي شيء. اربعتاش للأورو. ها هي. اوكي. ها هي. اجين هنا يا. وصير قطع. ها هي. ها هي السعر الاجمالي شامل بجميع الرسل. بجميع الرسوم. ها هي سبعتاش للأورو. ها هي كانت ربعتاش. تدت عليها تلاتة للأورو. اتنين وسبعين ديال الضرائب. وهذا هي وصلت. هي. ها هي. سبعتاش للأورو. وسبعة وستين. ما ليه? بالدرهم كالجميع وتسعين درهم بالصر ديال الأورو هادا. بالأورو سبعتاش الأورو وسبعة وستين. وسبعين عفوان. يا الأمر واضحة الخوة شا عندكم كدقوا وتعقدوا ها المواصلة اللي دخل البيانات. ها انت دير البيانات ديالك. او الريسير بلبيه ديالك. أمر واضحة وضح الشمس. احنا كي كي عجبنا نعقدوا. نرجع معاكم عوتال الورا. بغيتوا نعملوا شي فيتشة اخرى.